تتواصل لحد الآن الاجتباكات والقصف المدفعي وتحريق الطائرات الحربية فوق الشهباء حلب سوريا التي أصبحت شاحبة الوجه فحياة البشر لا تساوي شيئا لكل الطرفين الهدف الأسمى هو تدمير الخصم مهما كانت الوسائل والخسائر تقارير الأمم المتحدة في الأيام الأخيرة كشفت عن وقوع مذابح مهولة ومجازر جماعية يندلها الجبين لأبرياء عزل وحديث عن آلاف الرهائن من العائلات التي لم تستعطع الفرار بجلدها من لفح نيران المتخاصمين فالاستباكات العنيفة بين المتناحرين يرافقها قصف متبادل في مدينة حلب استؤنفت بعد تعليق اتفاق برعاية روسية تركية لإجلاء مدنيين ومقاتلين من المدينة وفق مصادر من عين المكان والتي أشارت لسقوط قتلى وجرح من المدنيين الأنباء الواردة من المعارضة السورية في حلب تشير إلى أن الاتفاق تم تعليقه بعد أن وضعت إيران شروطا جديدة لتطبيق اتفاق الإجلاء لا يمكن تنفيذ اتفاق بشأن حلب دون نظرة شاملة على ساحة القتال والتطورات الإنسانية في مناطق أخرى فيوميات حلب الدامية يروح ضحيتها المئات من القتل والجرح مع كل حصيلة يكشف عنها فاليأس تسلل إلى قلوب الناس شرق حلب بعد أن توقفت المستشفيات عن العمل ونفذت المؤن والمساعدات والرأي الدولي متفرج ولا زال في حرب تصريحات المواقف المتضاربة وتبادل التهم من كل الجوانب من الروسي الذي يتهم الأمريكية بالتقصير والفرنسي الذي يحمل روسيا إجهاض الحل السياسي والتركي تارة ضد النظام وتارة معه بتغير المصالح تتغير المواقف الدولية في الوقت أن الضحية هي المدني السوري الأعزل